هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول الشهر رمضان المعظم وفي برقيته بهذه المناسبة أعرب رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه عن تقديم أسماء آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس السيسي بحلول هذا الشهر الكريم الذي اغتصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم هاديا للبشرية كلها وليضيء به طريق الحرية والقرامة والمسواة والحياة الكريمة وعبر مدبولي عن دعائه للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المبارقة على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته وأن يحقق الشعب مصر العظيم ما يصب إليه من تقدم وازدهار وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والاستقرار